لا 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 يا درب الزلك شم واحد فيك هلك قافلة العطاء تمر سريعاً لتحمل في ثنياها حكايات كثيرة تنثر العباقة غير أنها ترس لاحقاً على الشاطئ الماضي ثم تنقضي بعد حين ولا يبقى منها سوى عطاءات الكبار وآثارهم الخالدة فلا ينساها الناس لأنها تحفر في ذاكرتهم عميقاً ومن هؤلاء الذين لا تمحوا الأيام ذكراهم أيقونة الفن وأبو الكوميديا عبدالحسين عبدالرضا الذي يعتبر من مؤسسي الفن الكويتي والخليجي والذي رحل عنه في مثل هذا اليوم قبل سبعة أعوام لتفقد الكويت ودول الخليج كما العالم العربي عملاقاً متواضعاً وتزدهي الذاكرة الكويتية بوميض هائل من سيرته العطرة سواء فنياً أم اجتماعياً فقد كان متميزاً بما قدمه كما كان قريباً من جمهوره الذي بكاه طويلاً وكان وفياً لعطائه الخصب وهذا الفنان الرائد الذي ولد بمنطقة شرق عام 1939 وتوفي العام 2017 قضى نحو نصف قرن من عمره في بلاط الفن الكويتي منذ بدايته ليبرع بكل الشخصيات التي أداها ويرسخ اسمه في سماء الفن الخليجي والعربي سواء على خشبة المسرح أم على شاشات التلفاز أم عبر الموجات الإذاعية ولتزال أعمال عبدالحسين عبدالرضى حاضرة ومتداولة ولا يكتفي المشاهدون بحضورها مرة واحدة بل إن الإقبال على تكرار مشاهدة أعماله يثبت حضور فنه وتواجده ليواكب الأجيال ويتعرف جميعهم على أيقونة الكوميديا الكويتية عبدالحسين عبدالرضى فقد تنوع إرثه ما بين مسلسلات ومسرحيات وعروض وطنية وأعمال إذاعية وسينمائية وغيرها من الأعمال الفنية وبلغ عدد مسلسلاته نحو ثلاثين مسلسلا كما قدم أبو الكوميديا نحو ثلاثة وثلاثين عملا مسرحيا ولم تقتصر جهود عبدالرضى على التمثيل وحده فقد ساهم أيضا في تأسيس فرقة المسرح العربي وفرقة المسرح الوطني ومسرح الفنون وشركة مركز الفنون للإنتاج الفني والتوزيع ويستذكر الكويتيون اليوم هذا الفنان الكبير الذي لم ينسوه يوما بكل تاريخه الطويل وعطائه الخصب شاهدين على رحلة فنية ستبقى بصماتها خالدة على مدى تاريخ الفن الكويتي العريق دربي اللي من مشاك ما جد وصور شاهدين على رحلة فنية